اهلا بكم اعزائي طالبات وطالبات الصفة الثالث السنوي في درس جديد من دروس مادة الفلسفة والمنطق ودرس اليوم بعنوان عناصر الموافقة المستنيرة والمضامين الاخلاقية للتحر الوراثي نشوف كده الدرس ده بيتكلم عن ايه؟ اول جزء هنتكلم فيه عن عناصر الموافقة المستنيرة اخلاقيات الابحاث المتعلقة بالوراثة البشرية ان اجراء الابحاث المتعلقة بالوراثة البشرية وتطبيقها يتطلب الموافقة المستنيرة اي التزام جميع الاطباء او الباحثين بالسماح للمرضى المساهمة الفعالة في الرعاية التي يتلقوها او المشاركة في الابحاث يعني ايه الكلام ده؟ لما يجي اي باحث او اي طبيب ويعمل بحث مثلا في الهندسة الوراثية لازم الطبيب ده او الباحث يمشي على مجموعة من الاخلاقيات لازم يمشي على مجموعة من الاسس او المعايير او القواعد طيب هيمشي عليها ليه؟ قالت عشان يكون البحث بتاعه بحث سليم او ييجي يتابع حالة مريض يكون المتابعة بتاعته متابعة صحيح القواعد والاخلاقيات والمبادئ دي اسمها موافقة مستنيرة يعني معنى كده ان الموافقة المستنيرة دي عبارة عن ايه؟ قالت مجموعة الاخلاقيات والقواعد والاسس اللي هيمشي عليها كل من الباحث او الطبيب طيب تعالوا كده نشوف مع بعض الموافقة المستنيرة هي ايه؟ هي التزام التزام مين؟ قالك التزام جميع الاطباء او الباحثين طيب التزامهم تجاه مين؟ قالك تجاه المرضى بانهم يسمحوا للمريض بانه هو يشارك معهم يشارك معهم فين؟ قالك يشارك معهم فيه اثناء اجراء البحث او يشارك معهم اثناء لبعتهم لحالة المريض يبقى معنى كده الموافقة المستنيرة التزام من الطبيب او الباحث تجاه المريض ان هو يسمح للمريض ان هو يشارك معاه يأما فيه اجراء البحث يأما في رعاية المريض الصحية طيب وده ليه نتيجة؟ طبعا له نتيجة ونتيجة ايجابية كمان ليه؟ عشان لما الطبيب يخلي المريض يشارك معاه في الرعاية الصحية او في اجراء بحث معين ده هيوصل الطبيب لافضل النتائج عند علاج المريض وايه كمان؟ وهيوصل المريض لافضل رعاية وافضل علاج طيب الموافقة المستنيرة دي لها مجموعة من العناصر يعني لازم عشان الطبيب ياخد موافقة مريض عشان يعمل له بحث معين او يعمل عليه بحث معين او ياخد علاج معين لازم يقوم بخمس خطوات اول خطوة من خطوات الموافقة المستنيرة او اول عنصر من عناصر الموافقة المستنيرة حاجة اسمها عندي الافصاح يعني ايه كلمة افصاح؟ الافصاح هو ان يقوم الطبيب باغبار المريض المشارك بمعلومات البحث يعني ايه الكلام ده؟ يعني افصاح افصاح أنا عندي هنا طرفين طرف اسمه الطبيب والطرف التاني اسمه المريض طيب الطرف الأول هيعمل إيه؟ الطرف الأول اللي هو الطبيب هيدي المريض معلومات هيدي المريض أخبار طيب المعلومات والأخبار دي خاصة بإيه؟ قال لك خاصة بعلاج المريض أو خاصة بموضوع البحث يعني معنى كده إن أنا عندي طرفين طرف الأول اسمه طبيب والطرف الثاني اسمه مريض هيقوم الطبيب بإعطاء أو بإخبار المريض بالمعلومات الخاصة بيه عن علاجه بالمعلومات الخاصة بيه عن بجال بحثه تاني عنصر من عناصر الموافقة المستنيرة اسمه الفهم الفهم يعني إيه؟ الفهم يعني الوعي يعني الإدراك وعي وإدراك مين؟ قال لك وعي وإدراك المريض يعني إيه؟ قال لك وعي المريض وإدراكه للمعلومات التي حصل عليها بمعنى يعني الطبيب بعد ما يغبر المريض بكل المعلومات الخاصة بالبحث بكل المعلومات الخاصة بحالته الصحية هيبدأ الطبيب يفهم المريض كل حاجة خاصة بعلاجه طيب المفروض الطبيب يعمل ايه؟ هيقوم ويفهم المريض طيب وعلى المريض انه هو يكون على وعي وعلى ادراك بكل ما يحصل عليه من معلومات المعلومات دي هيجيبها منين؟ من الطبيب طيب في حالة إن المريض مش فاهم حاجة معينة أو مش مدرك معلومة معينة أو فيه مصطلح الطبيب قاله يعتبر غامض بالنسبة للمريض هيعمل إيه؟ لازم على الطبيب أن يفهم المريض فيجب على الطبيب أن يبسط المعلومات الخاصة بالمريض طيب إحنا هنلاقي إن أهم خطوطين أو أهم عنصرين من عناصر الموافقة المستنيرة هم الإفصاح والفهم الإفصاح والفهم أهم عنصرين ليه؟ قالك الإفصاح والفهم أهم عنصرين لأنه هيتم من خلالهم حاجتين مهمين جدا أول حاجة تشجيع مشاركة المريض بشكل فعال في حالته الصحية يعني إيه؟ يعني من خلال الإفصاح ومن خلال الفهم والوعي والإدراك هيقدر المريض أنه هو يشارك في حالته الصحية وما يتهونش في حالته وفي نفس الوقت هيكون على وعي بكل قرار متعلق بحالته الصحية على ادراك بكل قرار هيتاخد او خاص في حالته الصحية يبقى اول حاجة الفهم والافصاح هيشجع الطبيب ان هو يشارك المريض في كل حاجة تخصه وفي نفس الوقت هيكون المريض على وعي وادراك بكل قرار متعلق بحالته تاني حاجة هيبني جو من الثقة بين الطبيب والمريض يعني لو الطبيب وضح للمريض وفهمه كل معلومة خاصة بحالته الصحية كل معلومة خاصة بمجال البحث الذي يجرى عليه هيعمل ايه؟ هيبتد ان هو المريض يثق في الطبيب وبالتالي هينفس كل اوامره انت هثق في اللي قدامي لما يكون على وعي وادراك وفهم كل المعلومات بكل مجالات البحث التي تجرى عليه فبالتالي هتبني الثقة بين المريض وبين الطبيب المعالج طيب بعد الافصاح وبعد الفهم ايه اللي هيجي بعد كده؟ تالت عنصر من عناصر الموافقة المستنيرة هللا ان هو بيتكلم عن الاهلية يعني ايه الاهلية؟ هي القدرة على فهم المعلومات المتعلقة بقرار معين ادراق العواقب المتوقعة لاتخاذ هذا القرار او عدم اتخاذه يعني ايه الكلام ده؟ انا عندي نوعين من المرضى او عندي نوعين من الاشخاص نوع مؤهل ونوع غير مؤهل ايه الفرق بين الاتنين؟ النوع المؤهل ده بيكون على وعي على فهم على ادراق مستوعب وفاهم وقادر ان هو ياخد اي قرار خاص بحالته الصحية وبيبقى عارف ومتأكد من العواقب اللي هتترتب على قراره ده سواء قراره ده جيب الاجاب او بالسلب فهو نوع مؤهل طيب النوع الغير مؤهل ده ايه؟ قالك النوع الغير مؤهل ده عكس النوع المؤهل يعني نوع غير مدرك وغير قادر على اتخاذ اي قرار خاص بحالته الصحية يعني مش قادر ياخد اي قرار علشان كده مش نافع ياخد اي قرار لوحده سواء خاص بعلاجه او سواء خاص بانه هو عايز يشارك في بحث معايد طيب الحل مع ايه؟ يعني الحل ايه؟ مع النوعية الغير مؤهلة لازم يكون فيه شخص لازم يكون فيه حد او طرف يساعد الشخص الغير مؤهل ده في اتخاذ قراراته طب من الشخص او الطرف ده؟ هيبقى الطبيب الطبيب انسب شخص هو اللي يقدر يحمي الشخص الغير مؤهل ويكون مكانه في انه هو ياخد قرارات ويكون مكانه في انه هو يقدر يحدد العلاج المناسب ليه ويشوف ايه الانسب ليه والحالته الصحية؟ يعني معنى كده ان الطبيب هو اللي بيحمي الاشخاص الغير مؤهلين وغير قادرين على اتخاذ اي قرار فمثلا عندي الشخص ممكن يكون من السهل عليه انه هو ياخد قرار بشأن محل سكنه يعني ايه؟ يعني من السهل جدا جدا ان انا اخد قرار بخصوص المكان ان انا هعيش فيه بس من الصعب جدا ان اخد قرار مرتبط بتناول دواء معين او ان انا شارك ببحث معين طيب الطبيب في اللحظة ده واجب عليه ايه؟ قالك يقتضي على الطبيب حماية مين؟ حماية النوع التاني اللي هم الاشخاص غير المؤهلين اللي هم مش قادرين ياخدوا قرار حمايتهم بايه؟ قالك حمايتهم في ان هو ما يلحقش الازى بيهم يعني اكيد الطبيب اهم حاجة عنده المريض وهو عايز يساعده في اتخاذ قرار مناسب فاكيد مش هيلحق الضرر ولا الازى بيه يبقى داك انظور الطبيب مع الاشخاص الغير مؤهلين يبقى انا عندي نوع مؤهل ونوع غير مؤهل من السهل جدا ان انا اخد قرار بخصوص محل السكن او المكان اللي انا هعيش فيه لكن من الصعب جدا ان انا اتناول دواء معين دون استشار الطبيب ان انا اشارك في بحث معين دون استشار الطبيب فالطبيب هو عليه حمايتي هو عليه عدم الحاق الضرر او الازى في الاشخاص غير المؤهلين رابع مبدأ عندي او رابع عنصر من عناصر الموافقة المستنيرة الا وهو الطوعية اول حاجة الطبيب عملها ايه؟ اول حاجة الطبيب عملها عمل حاجة اسمها افساح افساح يعني اغبار المريض بكل المعلومات يعني انا اديت المريض كل المعلومات الخاصة بحالته الصحية او بعلاجه بعد كده فهمت كل حاجة خاصة بحالته الصحية طيب الشخص المؤهل هيعمل ايه؟ هو اللي هياخد قرار يخص حالته الصحية وبالنسبة للشخص الغير مؤهل الطبيب هيساعده ويقوم بدوره طيب بعد كده ايه اللي هيحصل؟ هتيجي مرحلة اسمها الطوعية يعني ايه الطوعية؟ يعني الانسان او المريض قادر ان هو ياخد قرار في علاجه بمحض قرطه بكامل حريته وبمزاجه من غير ما اي حد يفرض عليه اي ضغوط او تأثيرات سواء التأثيرات ديات خارجية او داخلية تعالوا كده نشوف مع بعض تشير الى حق المريض في اتخاذ القرارات المتعلقة بعلاجه يعني هو الوحيد اللي قادر ياخد قرار خاص بعلاجه وبمحض قرطه وبكامل حريته او يشارك في الابحاث الجينية دون التعرض لاي تأثيرات او ضغوط داخلية او خارجية يعني ايه ضغوط داخلية او خارجية؟ يعني مثلا ضغوط داخلية زي الضغوط النفسية اللي ممكن تجبر الانسان ان هو يعمل حاجة وخرج عن قرطه؟ طيب الضغوط الخارجية زي ايه؟ زي مثلا دلوقتي اهل المريض لما يضغطوا عليه في ان هو يعمل عملية معينة وهو مش عايز او يشارك في بحث معين وهو مش عايز او ان هما يدولوا دواء معين بالقوة والاكراه دي عبارة عن ضغوط خارجية وضغوط داخلية الطوعية ان انا بقول الانسان هتحرر من الضغوط الداخلية والضغوط الخارجية طيب هنا ممكن نقول ان الطبيب لو جه ونصح المريض بان هو يعمل عملية معينة وفرض عليه رأيه وقال له انت لازم تعمل العملية دي دلوقتي هل ده يعتبر ضغط خارجي من الطبيب على المريض؟ طبعا لا ليه؟ لان احنا خدنا قبل كده ان الاشخاص الغير مؤهلين من اللي مسؤول على حمايتهم؟ الطبيب وممكن يكون المريض مش على دراية بحالته او مش متوقع ان ممكن حالته تبقى سيئة ومحتاج العملية ان هو يعملها فلازم تدخل من الطبيب الضغوط الخارجية معناها قدرة الاخرين على فرض ارادتهم على المريض بالقوة او بالاكراه او بالتلاعب فرض ارادت مين؟ سواء الاحت او الاشخاص المحيطة بالمريض طيب هل ان الطبيب لما يفرض على المريض اجراء عملية معينة ده يعتبر من الضغوط الخارجية؟ احنا قلنا لا طبعا ما يعتبرش من الضغوط الخارجية لان دوت مش هيتعارض مع مبدأ الطوعية ومش معناه ممارسة ضغوط خارجية من الطبيب على المريض طيب ايه فايدة؟ واهمية الطوعية للطوعية اهمية وفايدة في النهية مطلب اخلاقي يعني ايه مطلب اخلاقي؟ عشان توصل لصحة قرارك عشان توصل لصحة الموافقة لازم ان انت يكون عندك طوعية طوعية يعني القدرة على اتخاذ قرار يعني معنى كده ان انا عشان اوصل لمرحلة الموافقة لازم امر بمرحلة اول حاجة الافصاح والفاة والاهلية والطوعية طيب ايه كمان؟ تستمد الطوعية جذرها من مفاهيم اخلاقية ايه المفاهيم الاخلاقية اللي عندي؟ زي الحرية الاستقلالية القدرة على اتخاذ القرارات الشخصية يعني ايه الكلام دوات؟ يعني عشان يكون المريض عنده طوعية لازم يكون عنده حرية حرية في ايه؟ حرية في اتخاذ قرارات خاصة بعلاجه حرية في انه هو يشارك في بحث الجيني ولا لأ؟ يبقى لازم يكون انسان حر طيب استقلالية يعني ايه؟ استقلالية ما يبقاش انسان مجبر يعني يبقى انسان مستقل وليس تابع للاشخاص الآخرين يعني مش خادع لأي تأثيرات او ضغوط خارجية ولا داخلية لازم يكون عنده حرية كاملة في انه هو يتحكم في حالته الصحية او في رعيته الصحية طيب وكمان ايه؟ قادر انه هو ياخه قرار معين في حالته الصحية بمعنى زمام الامور لازم يبقى في ايده المريض هو الوحيد اللي قادر انه هو ياخه قرار او عدم اتخاذ قرار في حالته المرضية او في حالته الصحية او مشاركته في بحث او لا او انه هو يتناول دواء معين او لا يبقى دمين دور المريض او الطوعية وتأثرها على المريض اخر عنصر عندي من موافقة المستنيرة او من عناصر الموافقة المستنيرة الموافقة يعني ايه الموافقة؟ معناها قبول المريض او المفحوص في انه هو يشارك في الابحاث او انه هو يتناول دواء معين او انه هو يعمل عملية معينة وهو مقتنع باهمية دوره بمعنى ان عشان المريض يوصل لاخر مرحلة دي لازم يكون ان هو اقتنع بدوره اقتنع باهميته اقتنع ان هو لازم يكون عنده عناصر الموافقة المستنيرة اللي هي تبدأ بالافصاح بالفه بالاهلية بالطوعية لحد ما يوصل لحاجة اسمها الموافقة سواء موافقة شفوية او موافقة كتابية يبا احنا اخذنا معنا الموافقة المستنيرة عناصر الموافقة المستنيرة ناخد أسئلة على الجزء اللي فات اختر الإجابة الصحيحة أجبرني الطبيب بالتعاون مع أفراد أسرتي على إجراء جراحة في المعدة ولكن دون موافقة يخالف هذا أحد عناصر الموافقة المستنيرة الإفساح الفهم الطوعية الموافقة هنا فيه إجبار من الطبيب والأهل على إجراء العملية ولكن دون موافقة المريض ده هيخالف عنصر الطوعية السؤال الثاني اختر الإجابة الصحيحة ضمان فهم وإلمام المريض وعائلة المريض بكافة المعلومات المتعلقة بالوضع الصحي للمريض بشكل واقي وواضح وبلغة مفهومة يشير ذلك إلى أحد عناصر الموافقة المستنيرة ألا وهو الطوعية الموافقة الإفساح والفهم الأهلية هنا بيقول إيه فيه فهم وتوضيح للمريض وأسرته بكل المعلومات الخاصة بوضع الصحي وأهم حاجة أن يكون بشكل واضح وبلغة مفهومة ده يعبر عن الإفساح والفهم هناخد دلوقتي أو هنتكلم دلوقتي عن المضامين الأخلاقية للتحر الوراثي المضامين الأخلاقية للتحر الوراثي قبل ما نبدأ في المضامين الأخلاقية تعالوا كده نفتكر مع بعض حاجة أخدناها قبل كده وهي الجينوم البشري اللي هو تحليل الـ DNA وقلنا عن الجينوم ساعتها قلنا أنه هو فرع من فروع الهندسة الوراثية يعني بدرس الخريطة الجينية لأي شخص وعرفنا الجينوم أنه هو الـ DNA وهو فرع من فروع الهندسة الوراثية وعرفنا أنه هو له عيوب وأثار سلبية كان من ضمن العيوب للجينوم البشري التنبؤ الوراثي يعني ايه كلمة تنبؤ وراسي؟ يعني الشخص اللي هيعمل تحليل الـ DNA هيعرف أنه ممكن في المستقبل هيصاب بمرض معين وده كان غلط ليه؟ لأنه ده هيعمله الطراب في حالته النفسية وهيعمل ايه كمان؟ هيعرضه للقرسنة من شركات التأمين والتوظيف واخدنا أن الجينوم برضو ممكن يتسبب في إجهاد الأجنة إزاي؟ يعني الأم الحامل لو عرفت الجينين بتاحها مشوه أو عنده مرض وراسي معين ممكن الأم تقوم بعملية إجهاد طيب تعالوا كده نشوف مع بعض يعني ايه كلمة المضامين الأخلاقية للتحر الوراثي؟ كلمة مضامين معناها النتائج المترتبة على أو المشكلات الناجمة على المشكلات المترتبة على ايه؟ على حاجة اسمها التحر الوراثي طيب كلمة تحر دي معناها ايه؟ معناها جمع معلومات معناها تحريات طيب هجمع معلومات وهتحر عن ايه؟ قالك عن صحة شخص معين طيب ده هيتم ازاي؟ قالك من خلال تحليل الدي ان ايه؟ هبتدي ان انا اجمع معلومات هبتدي ان نعمل تحريات عن صحة شخص معين طيب النتيجة ممكن تطلع بالإجاب أو بالسلب يعني لو النتيجة طلعت بالإجاب هيبقى الشخص دوت سليم جينية طيب لو النتيجة طلعت بالسلب هتبقى النتيجة أو الشخص ده غير سليم جينية طيب تعالوا كده مع بعض نشوف لو النتيجة طلعت بالسلب ايه النتائج المترتبة أو العواقب المترتبة على ده ناخد كده اول حاجة يتضمن التحري الوراثي العديد من العواقب الأخلاقية من وجهة نظر الأخلاقية بمعنى ان فيه نتائج مترتبة على عملية التحري الوراثي اول حاجة التمييز على أسس جينية يعني ايه؟ الأشخاص المصابون بشجوزات جينية برغم انها قد لا تظهر في صورة خلال وظيفي أو مرض قد يمنع عنهم التأمين على الحياة التأمين الصحي الحصول على التعليم الوظائف المناسبة يعني ايه الكلام ده؟ تعالوا كده معايا ونشوف يعني ايه الكلام ده الشخص لو عمل تحليل جيني وطلعت النتيجة بالسلب هنقول عليه ان الشخص دوت عنده مشكلة جينية أو حالته الصحية أقل من غيره طيب الشخص دوت هنسميه ايه؟ قالك الشخص دوت هنقول عنده شزوز جيني يعني حالته الصحية مش كويسة أو عنده مشكلة جينية طيب ايه اللي هيترتب على ظهور شزوز جيني عند شخص معين؟ قالك اول حاجة هيتحلم الشخص ده من الامتيازات اللي ممكن شخص سليم يتمتع به زي ايه؟ قالك اول حاجة هيتحرم من التأمين على الحياة يعني الشخص اللي هيعمل تحليل وهيلاقي عنده مشكلة جينية هيتحرم اول حاجة من التأمين على حياته بمعنى مش هيقدر ان هو يستفاد من الفلوس اللي هتجيله من التأمين وايه كمان؟ هيتحرم من التأمين الصحي يعني ايه؟ يعني الشخص اللي هيعمل تحليل وتطلع النتيجة بتاعته بالسلب أو عنده مشكلة جينية هيتحرم من العلاج اللي ممكن الدولة توفره له طيب وايه كمان؟ قالك الحصول على التعليم يعني ايه؟ اي مدرسة هنلاقيها دلوقتي مشى بنظام معين يعني اي طالب عايز يلطحق بمدرسة معينة او يقدم فيها اول حاجة هتطلبها ادارة المدرسة ان الطالب دوت يعمل تحليل جيني طيب على افتراض ان هو عمل التحليل الجيني او الدي ان ايه؟ وظهر عنده شزوز جيني ايه علاجه او ايه حله؟ هتبتدي ادارة المدرسة ان هي تستبعد الولد دوت او الطالب دوت ليه؟ قالك لان من وجهة نظرها ان التعليم لازم يقتصر على طلبة اصحاء لازم يقتصر على طلبة عندهم تحليلتهم الجينية سليم فيعتبر دلوقتي كده هنحرم او هنستبعد الاطفال او الطلاب اللي عندهم مشكلة في جينتهم الوراثية اخر حاجة الوظائف المناسبة يعني ايه؟ يعني الشخص اللي عنده مشكلة في جينات الوراثية مالوش حق ان هو يشتغل في وظيفة كويسة او الوظيفة اللي هو يحبه يبقى احنا دلوقتي عملنا تحليل الDNA ولاقينا ان في افراد او اشخاص مصابون بشذوذ جيني طيب هيعمل ايه؟ او هيترتب عليه ايه؟ قالك هيتحرم من التأمين على الحياة هيتحرم من التأمين الصحي هيتحرم من التعليم هيتحرم من الوظيفة على الرغم من ان الشذوذ الجيني لا يظهر في صورة خلل وظيفة او مرض بمعنى ايه؟ بمعنى ان ممكن الانسان المصاب بأي مرض وراسي يشتغل عادي زيه زي اي حد يعني يعني التحليل الجيني ده مجرد تنبؤ او تواقع يعني الشخص ممكن يشتغل زيه زي اي شخص سليم بس قلمة الظلمة عند الاشخاص اللي عندهم شذوذ جيني هيتحرم من كل الامتيازات المتاحة لاشخاص السليم طيب الدولة بتعمل كده ليه؟ او النظام ماشي كده ليه؟ قالك لان الدولة محتاجة افراد بيحتاجة افراد اقوياء طيب قوة الدولة في شبابها طيب انا دلوقتي لما يكون عندي شخص مصاب بمرض جيني معين هلطحك بوظيفة معينة او عايز يحصل على تعليم عالي ده هيبقى وضعه ايه؟ قالك هيتحرم من الامتيازات اللي متاحة للاشخاص الاخرين طيب تاني حاجة عندي التفرقع في المعاملة بعد ما ميزت الاشخاص على اسس ومعايير وقواعد جينية ولقيت ان فيه اشخاص سليمة جينيا واشخاص عندها شزوز جيني هعمل ايه؟ اكيد لازم هيبقى بعد كده ان فيه تفرقة في المعاملة طيب التفرقة دي في المعاملة دي معناها ايه؟ يحرص اصحاب العمل على تعيين الاشخاص اللي جينتهم الوراثية بتكون سليمة يقدر ان هم يقاوموا المخاطر الصحية وده بالنسبة لاصحاب العمل خيار او اختيار ارخص وجعل بيئة العمل اكثر امانا للجميع يعني ايه الكلام دوت يعني مثلا دلوقتي انا عندي صاحب العمل او فيه صاحب مصنع صاحب العمل او صاحب المصنع دايما هيبقى حريص ان هو يعين او يوظف الناس اللي جينتهم الوراثية سليمة طيب تعالوا كده مع بعض نشوف لو صاحب مصنع وعايز يعين اشخاص او عايز يعين عمال هيتصرف ازاي اول حاجة صاحب المصنع دوت عايز عمال وموظفين يشتغلوا عنده بس بشرط يكون العمال دول جينتهم الوراثية سليمة تكون منعتهم قوية يكون قادرين ان هم يقوموا المخاطر الصحية يكون عندهم طاقة واقبال على العمل افضل طيب عايز يتعين تحليل جين فلو النتيجة طلعت سليمة هيبتدي ان هو يعين الاشخاص اللي جينتهم الوراثية عالية ومناعتهم قوية طيب الاشخاص اللي النتيجة تحليلهم طلعت غير سليمة هيبقى طاقتهم منعتهم ضعيف مش هيبقوا قادرين ان هم يقوموا المخاطر الصحية طيب صاحب العمل هيعمل ايه قالك لا هيستبعدهم ليه هيستبعدهم لان من وكهة نظر صاحب المصنع ان الشخص اللي عنده مشكلة في جينات الوراثية الشخص اللي منعته ضعيفة الشخص اللي غير قادر ان هو يقوم من مخاطر الصحية ده شخص ايه قالك الشخص دوت هيكلفه كتير جدا يعني ايه يعني لو تعب مثلا هيكلفه في علاجه ولو حصل له حاجة وهو بيشتغل هيعالجه على حسابه فصاحب العمل هيعمل ايه اكيد هيفرق في المعاملة اكيد هيختار الاشخاص الاصحاء وده بالنسبة له هيبقى خيار او اختيار افضل وارخص ليه قالك لان بالنسبة له مش هيكلفه حاجة وعشان كده عايز المصنع بتاعه يبقى افضل مصنع وانتاجه يزيد وبقية العمل اللي عنده هتبقى اكثر امانا للجميع يبقى اصحاب العمل او اصحاب المصنع لما يجوا بيختاروا العمال او الموظفين بيبتدوا انهم يطلبوا منهم تحليل وراسي او تحليل جيني لاختيار الافضل لاختيار اكثر صحة لاختيار اكثر مناعة تالت حاجة من المضامين الاخلاقية للتحر الوراثي اليوجينية يعني ايه كلمة يوجينية يوجينية معناها علم الانجاب يعني ايه تطبيق ضغوط اجتماعية او سياسية على الافراد لاتخاذ قرارات ايجابية على اساس المعطيات الوراثية بمعنى انه سيتم تشجيع الزواج بين من يمتلكون جينات مرغوبة وايه كمان هقل الجواز او هقل للزواج بين من يمتلكون صفات وراثية خطيرة وهعمل ايه كمان النساء الحوامل باطفال بهم شذوس جيني هيشجحهم على الاجهاض يعني ايه الكلام ده كنا الاول نسمع ان الزواج ممكن ما يتمش بسبب ان فيه فرق مثلا في المستوى المادي بسبب ان فيه سبب او فرق في المستوى الاجتماعي او مستوى التعليم بين الرجل والمرأة بيكون فيه تفاوت شوية طيب الزواج دلوقتي مش هيتم ليه قالك الزواج دلوقتي عشان يتم لازم تحليل جيني يعني ايه تحليل جيني يعني الرجل والمرأة يقوموا بتحليل او بعمل تحليل الدي ان ايه يعني معنى كده ان المجتمع هيمارس ضغوط اجتماعية وسياسية على مين على الافراد المقبلين على الزواج طيب يعني ايه الكلام ده يعني قبل الزواج لازم الرجل والمرأة يقوموا بتحليل جيني طيب النتيجة لو طلعت ايجابية وما فيش عندهم اي امراض وراثية ايه اللي هيحصل هيتم الزواج وهيتم تشجيع الزواج عند الناس اللي امتلكت جينات وراثية مرغوب فيها طيب لو عملنا التحليل وطلعت النتيجة سلبية وجيناتهم الوراثية ضعيفة وغير سليمة وهم مش قادرين ان هم يقوموا المخاطر الصحية ايه اللي هيحصل هنقلل من الزواج وممكن ان احنا نمنعه خالص يعني معنى كده ان المجتمع متحكم في عملية الزواج وده يعتبر ابسط حقوقهم وهو الزواج طيب المجتمع هيعمل كده ليه قالك لان هينتج عن الزواج انجاب اطفال الاطفال دي هتطلع مصابة جينيا واكيد هيتحرموا من التعليم وهيتحرموا من وظيفة وهيتحرموا من التأمين على حياتهم وهيتحرموا من التأمين الصحي علشان كده من البداية المجتمع هيمنع زواجهم من الاول طيب وايه كمان قالك اصعب حاجة كمان لو النتيجة طلعت سلبية او الجينات الوراثية ضعيفة هنجبر النساء الحوامل باطفال عندهم شزو الجيني ان هم يلجأوا الى عملية الاجهاض يعني ايه يعني النساء الحوامل وعملوا تحليل الدي ان ايه ولقوا ان فيه صفات وراسية او الاطفال مصابة بجينات وراسية خطيرة ايه اللي هيحصل هيتم اجهاض الحوامل طيب النساء دي عندها حرية اختيار طبعا النساء في المرحلة دي او في اللحظة دي مش هيبقى عندهم حرية اختيار مش هيبقى عندهم بديل مش قادرين على اتخاذ قرار خاص بالموضوع بتاقي الاجهاض وما عندهمش حرية اختيار طيب نشوف رابع مشكلة رابع مشكلة ناتجة عن التحر الوراثي الحتمية الجينية يعني ايه الحتمية الجينية طيب قبل ما ناخد الحتمية الجينية تعالوا كده نفتكر مع بعض رأي دكتور احمد زويل في الجينوم البشري الدكتور احمد زويل لما جيه يتكلم عن الجينوم البشري قالك الجينوم مش مسؤول عن الصفات الجسمية فقط يعني مش هو عامل وراسي في الصفات الجسمية فقط امه ايه كمان قالك الجينوم مسؤول عن الصفات الاخلاقية والاجتماعية للفرض يعني الزكاء الصرقة الأمانة الكذب التعصب كل دي سلوكيات ناتجة عن الصفات الجينية المين للشخص طيب هنلاقي ان السلوكيات دي بتتحدد بناء على عوامل الوراثة تعالوا كده نشوف مع بعض يعني ايه الحتمية الجينية هي الاعتقاد بان الخصائص السلوكية والشخصية زي ايه زي الزكاء او السلوك الاجرامي ناتجة عن بنية الفرد الجينية يعني السلوكيات التي يتبعها الفرد سواء السلوكيات دي بالاجاب او بالسلب دي ناتجة عن الصفات الجينية للشخص تتحدد بناء على ايه على عوامل الوراثة فهنلاقي ان كل السلوكيات السيئة او اللا اخلاقية اللي موجودة في بعض الاشخاص دي بتبقى راجعة الى عوامل وراثية دي بتبقى راجعة الى بنية الفرد الجينية يعني العوامل الوراثية وبنية الفرد الجينية هي اللي بتحدد السلوكيات سواء بالاجاب او بالسلب سواء سلوكيات اخلاقية او غير اخلاقية طيب الشخص ده دايما بيعمل ايه قالك الشخص اللي عنده سلوكيات غير اخلاقية دايما بيوجه اللوم للقدر يعني ايه بصوا بقى الشخص اللي عنده سلوكيات غير اخلاقية هلقيه دايما بيوجه اللوم للقدر توجها قدريا يعني ايه؟ يعني اي حاجة بيعملها بيرجحها للقدر اي حاجة بيعملها بيقول ان هي مفروضة علي ما بيحاولش يغير ولا يطور من نفسه اسلوبه دايما هيبقى كده وخاصة لما بيجي يبرر افعاله الغير اخلاقية بمعنى الشخص ده هلقيه بيعمل ايه؟ يستخدم اسلوب اللي هو القدر ده عشان يبرر التعصب والاستمرار في اوجه الظلم او في ممارسة اوجه الظلم وبالتالي يؤدي الى خلق طبقة اجتماعية من المنحطين جينية يعني لو كل شخص عمل كده واعتمد ان صفاته الغير اخلاقية دي صفات موروسة او ده قدره كده ومفروض عليه وجينات الوراثية هي السبب دي هتخلق عندنا طبقة من المنحطين جينية يعني فريق كده من المحطين جينيا وانحقليهم مع بعض دول مقتنعين بايه؟ مقتنعين ان كل السلوكيات الغير اخلاقية دي سلوكيات بتتعمل غزبا عنهم بيبرروا تصرفاتهم ان القدر هو اللي عمل فيهم كده مش بيحاولوا ان هم يغيروا من نفسهم مش بيحاولوا ان هم يطوروا من نفسهم جيناتهم الوراثية هي السبب وهي اللي خلتهم كده فلذلك الطبقة دي او الفريق ده هنلاقيه ان هو دايما بيتعود على الغلط ودايما بيبرر غلطه او بيبرر باسلوب ان القدر عمل فيه كده ان هو مجبر على فعل معين غير اخلاقي وبكده نكون اخدنا المضامين الاخلاقية للتحر الوراثي وكانت اربع مضامين او اربع واقب للتحر الوراثي اول حاجة التمييز على اسس جينية تاني حاجة التفريق في المعاملة تالت حاجة اليوجينية رابع حاجة الحتمية الجينية نشوف اسئلة على الجزء اللي فات اختر الاجابة الصحيحة ان المجتمع يسعى لان تكون الاجيال القادمة غير مشوهة لتحسين النسل كما ان القرارات التي يسعى اليها المجتمع توضع لصالح الاسرة يشكل ذلك عواقب التحر الوراثي وهي التمييز على اسس جينية التفريق في المعاملة اليوجينية الحتمية الجينية ده في سعي من المجتمع ان هو يحسن النسل ده يعتبر اليوجينية السؤال التاني اختر الاجابة الصحيحة ساختار للعمل اشخاصا تتوفر فيهم قوة المناعة يعني صحتهم تبقى كويسة وهيكون خاليين من الامراض او من المشاكل الصحية وده هيتم على اساس نتائج تحليلهم الجينية فذلك احد اسباب زيادة الانتاج وتقدم العمل يؤكد ذلك احد مشكلات التحر الوراثي وهي التفريق في المعاملة اليوجينية الحتمية الجينية التمييز على اسو الجينية هللاقي ان دي التفريق في المعاملة وبكده اعزائي الطلاب نكون وصلنا لنهاية الدرس اليوم على امل في لقاء قريب ودرس جديد من مادة الفلسفة والمنطق الى اللقاء